صباح الخير او مساء الخير يا برج الحمل. القراءة تكون ان شاء الله بازن الله للبرج الشمسي والطالع والزهر. طيب مبدئيا كده عايز اشوف طقطك. طيب اه هذا الشخص لو بتسأل عن مشاعره فهو قافل تماما من ناحية الحب. من ناحيتك. يعني قافل مشاعره خلص ضدها. ومركز في نفسه وفي احواله وفي لبسه وفي شكله وفي المستقبل عموما. ممكن نقول ان هو بيتشافى من حاجة مر بيها. ممكن ممكن يكون هو صاحب العشر سيوف كمان. هو حاسس من ناحيتك بانك مش عايزه او انك اا او ان العلاقة دي فيها ملل مسلا. او انكم بتتخنوا كتير او بتتعاركوا كتير مسلا. اا في بنك واختلافات. اا زي ستاري هنا مهتم هو بنفسه قوي. هو عايز يتشافى هذا الشخص. عايز يتشافى من الالام. هو اخد عشر سيوف. هو اخد كمان تلاتة هنا. اا ممكن يكون عايز ينسح بشوية من العلاقة فترة يعني من الوقت. اا بس يرجع نفسه ويفكر في احواله ويفكر هل يتقدم في العلاقة ام يتركها نهائيا مسلا. اا لكنه مهتم مهتم ان هو الفكرة هو بيرقبك. بس بيرقبك بطريقة اا صعوبة نية شوية. يعني بيعمل نفسه مشوية اخد باله منك بس هو بيرقبك. وام ممكن يكون هذا الشخص. انا بس عاشوف حاجة واحدة. اتخليني اعرف هذا الشخص. نيته ايه? الشخص ده سبحان الله انا عايز اعرف نيته زهرتلي دي. كمان خافي النية بتاعته. مش عايز اعرف له. هو زعلان منك. زعلان منك قوي. اه هو زعلان منك بالكوين والكينج. زهرت كده يا برج الحمل. انت الشخص ده مش مديله اهمية في حياتك. اا بالدرجة اللي هو عايزها. هو حاسس بانك مشغول عنه بالماديات. ممكن تكون لو انت بنت مسلا. اا ممكن تكون سيدة اعمال. هو شعر بان انت او انت بص فلوس. ماديات. بتفكر في الماديات بس. هو بص انت هو اختيارين في حياتك. الشغل مسلا وهو. فانت ماسك حاجة وسيب حاجة. ماسك الشغل ماسك اولويتك. وسيب هو. سيب العلاقة كلها كده. تيجي زي ما تيج. اللي عايز يهتم يهتمش. عايز يهتم ما تهتمش. عايز تكلمني تعالي عايز نخرج تعالي. لكن انا اكلمك اسأل عليك اا او اطمن عليك كل شوية لأ. او شايفك ان انت مش عايز اصلا تخش في علاقة. انت ممكن تكونه في علاقة اا اصل فور افوند مش لازم تكون علاقة حب. ممكن تكون علاقة صداقة قوية مسلا. فممكن يكون الشخص ده هو يتمنى ان انت توافق على عرضه مسلا وعرض عليك عرض حب. ولكن ولكن هو حاليا شايفك ان انت مش بصصله اصلا. ليه كمان? هو ازعلم منك عشان انت مهتم باعمالك. اا هو شايفك كمان كوين اوف كابس. شايفك بائس. واما شخص يائس من الحب. ويائس من انت ماسك كوبايتك ومش عايز تديه لحد. بص ماسك الكوباية. وحالس بالله ما هتدي لحد الكوباية دي. او ماسك الكوباية ومش عايز تسيبها. اا مش عايز تديه له. يعني انت ماسك كوبايتك بص ومش عايز تديله كوباية. وهو بيقول لك هاد الكوباية. طب هاد الكوباية. طب نبدل الكوبايت. يعني انا اديت كوبايتي وانت تديني ايه? كوبايتك. انت تقول له لا يا عم انا اديتكوا ببيت لحد قبلك خدها وطار. وصعدت الورق عمالي يعمل مني. ازاي يا برج الحمل ان انت مجروح قوي مش منه ممكن تكون اه مجروح عموما من علاقات صديقة نفسي. مش بقول لك. لا الورق كما قالوك كمان هنا دا الورقة تشعر مني للأسف. كنت ورقتين بس الكلام تشعر بيني يا رب يكونوا ورقتين اعطمان. شايفك ان انت بتفكر بطريقة ملل. ملل. بتفكر عبال ما تدي له كوباية مليون سنة قدامة. يعني عبال ما تفكر انك بص. انا بقول لك اهو انا قلتها لك قبل ما ازهر الورق. عبال ما تفكر يا برج الحمل انك تسلم الكوباية دي ليه وتديله على الحصان وتتحرك. بص دي واحد عادة عقرسي. مش رادي تتحرك. عبال ما تبقى تجيب الحصان من الاستابل. وده اخد الكوباية. وتروح تقول له اخد الكوباية بتاعتي يكون فات تلاتين سنة قدامة. يكون الشخص تك تجاوز. وعنده دلوقتي رومي وياسين. او البنت دي اتجاوزت وعندها تلاتين دلوقتي. فشايفك بطيء بطيء او بتحسب زيادة عن النزوم. شايفك مكتئب. لان ده هرمت كمان معناها شخص داخل كده في تساؤلات وكتئب مش لطيف. شايفك ان انت باقس من الحب. عشان كده هو زعلان منك. شايفك ان انت مختار الشغل ومختار ان انت تبقى مهتمة اعمالك عنه. ما اخترتوش هو اخترت شغلك. هو شايف كده. شايف ان انت مش مختار ومختار شغلك. هو مختارك. لذلك هو مكرر انه خلاص بقى. ده ما انت كمان مش مهتم انا كمان مش ههتم. ههتمي بيك ليه? ما انت مش مهتم. ما انت لو مهتم ما كنت عرفت. فالشخص ده يعني هو برج هوائي. اعتقد ممكن يكون برج الدلو. بص الكرتين دول كمان هو ده كمان بغير مزل برج الدلو. اه الشخص ده قرر انه هيوقف دلوقتي المشاعر او ازهار المشاعر. لو كان بيهتمي بيك هيوقف. اه ولكن هو في ذات نفسه معتبرك نجمة في السماء برضو. يعني هو برضو انت بالنسباله نجمة حلوة او يبتلمع في السماء وعايز يخدها. بس هو حاليا البيجو فوند بينكر مشاعره. حاليا قافل على مشاعره وبينكرها. هو كمان خايف. اللي تكون انت كمان مش مبادلو. انت مش عايز تديلو كوباية. مش عارف لي مش عايز تديلو كوباية. انت خايف منه ممكن. بس خلي بالك انه قرب يزهق يا برج الحمل. لانه تفكيره الداخلي الموت. تفكيره الداخلي انه عايز يمشي. اه خلاص بقى هو تعب. هو زر الشخص ده انا بقول لك انت اه في علاقة اه كنت في علاقة صداقة طويلة. دي مش علاقة قصيرة مسلا. مش شهر شهري. لا دي سنة سنتين ثلاثة. وهذا الشخص اه بدأ ينجذب لي كل فترة مسلا الاخيرة. وعايز بقى يسلم الكباب عدوين تقول له يا عم. انا عندي شغلي واولوياتي وحياتي. انا مش بتاع حب. انا مش بتاع جواز. حاجة من هذا القبيل يعني. فهو مشاعره اه او ما اه بداخله ما بداخله الان انه هو اه عايز ينهي هزي العلاقة. مش عايز يهد خطوة يعني خلاص بقى يعني هو على مشارف النهاية. اه اللي هيزهره ليك انه محتاجك. خلي بالك هيزهر ليك اه ممكن ممكن ينزل بوستات عالفيس انه محتاجك قوي في حياته. وانك اعطعت فيه قوي. اعتقد انتم ما بتتكلموش لان هو شايف ان العلاقة في الفترة دي يعني علاقة سكتة. يعني انتم مسلا خلينا نقول ما فيش انفصال. تمام? هو مش انفصال. بس انتم الاتنين خبطتوا ببعض. مسلا هو قال لك لاب انت مش عايزني. تقول له مسلا انت بسيبني فكر. تبتزا في السبق ومشي. مسلا. او ناع الحوار اوقف الحوار لغاية هنا. لكن انتم بتشوفوا بعض اه من بعيد لبعيد. بتكلموا بعض بستكلام خفيف قوي. فما يزهره ليك هيزهر ان هو محتاجك وعايزك. وهو بيحبك على فكرة. بيحبك. وهيزهر احتمال يكون هزو الشخص كمان. اه الشخص ده على فكرة اه عايز اقول لك على حاجة. انا خايف يكون الشخص ده بيحبك لدرجة. اه كنت متأكدة. بص بقى يا برك الحمل عشان تبقى فاهم انت بتتعامل مع مين. اه الشخص ده عنده تعلق بيك. وممكن نقول تعلق مرضي. اه يعني انا احيانا لا 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 احبب التعلق المرضي في العلاقات العاطفية لانه هيؤدي الى الفشل في يوم الايام. لكن هذا الشخص انظهر لك ان هو عادي وبتاع ومش هممني وكده. يعني في يوم الايام يعني. الشخص ده مرتبط بيك ارتباط غريب شوية. ازاي? اه. لما انت ما بيبقاش معاه. حياته اليومية بيبقى فيها زعل وحزني وكقابة. وبقى ماشي كده عم زي بتاية بص. مجروح. وحياته زفت. ومش طاق الناس. ومش طاق الشغل. ومش طاق حتى يعيش اليوم التلات. مش طاق اي حاجة. فهو اللي هيزهر لك هيزهر لك ان ان هو عايزك. لان هو بيعتبرك الشمس اللي في يومه. الشخص ده بيحبك بجد تجورك الحمل. وممكن تكون انت خايف تديه الكوباء لانك خايف من علاقات سابقة مثلا. او حاجة. او انت بقى لك فترة كبيرة قوي. وتم بشغلك. وحاسس بان الارتباط مثلا هيعطلك. لكن هذا الشخص. بالفعل بيشوفك الشمس اللي في يومه. بفعل. لكن هو في دماغه. هو عايز ينهي الموضوع. بس هو حاسس بخسارة. حاسس بانه هيخسر. كمان. يعني حتى ان هو نهى الموضوع. فهو حاسس بانه يخسرك. هو مش عايز يخسرك. مش عايز يخسرك. مش عايز ينهي اصلا. بس هو حاسس ان هو تعبان. هو ما بين نارين زي ما بقوله. اا مش عارف ينهي يكمل ولا يفضل واقف في مكانه. فهو مرتبط بيك ارتباط آآ غريب جدا. ان هو شايفك ان انت آآ ان كنت معايا فانا الدنيا دي جنة. خلاص. ان جنتي خلاص وصلت. ان ما ان كنت مش معايا ومدي دهرك. فانا شخص تعيس وباقس والناس حواليها كلها زفت زفت زفت. فهذا الشخص يتعبان على فكرة وعنده حاجات في الشغل مش لطيفة كمان. عنده حاجات في الشغل مش لطيفة. فهو واخد ثلاث صيوف. ممكن يكون الشغل وانت وحاجة تانية مسلا. فخلي بالك بقى. ان هذا الشخص في حياته متقلم. آآ بعيد عنك طبعا. طب تعال كده يا برج الحمل انا هساعدك. انا هساعدك والله. عشان انا بحض برج الحمل. فانا هساعدك يا برج الحمل. هساعدك في ايه بقى? في ان انا افهم انت ليه مش عايز تديركو بقى. لازم اوصل واعرق برج الحمل مش عايز يفضيكو بقى ليه للشخص اللي بحبو. بميزة. بص 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 يا نهار. آآ برج الحمل آآ الورق طار. طار مني عشان اعرف انت مش عايز تديركو بقى ليه. بس اعتقد ان انت آآ مرعوب من الحب يا برج الحمل. ان الورق طار بطريقة غريبة يعني. بس اعرف يا انا اعرف. والله لان اعرف انت عايز مش عايز تديركو بقى ليه. آآ انت بتخاف من الحب ولا ايه عم برج الحمل? انت عايز انت الكوباية اهو? انت خايف. انت بتعمل مع حد برج جوزاء او صول ميد ده صول ميد يا برج الحمل ما تخافش. طب خلينا نشوف تاني. لماذا لا تريد انك تديره كوباية. الله 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 الله. اتما ماذا تديره كوباية هو? تضحك علينا بقى ولا ايه عم برج الحمل? ده انت ده ايه ده انت بتحبه قوي على فكرة. انت منجذب له جدا بتحبه قوي. بس انت. انت مستعد ان انت تديره كوباية بالفعل. انت ممكن تكون مسلمه الكوباية بالفعل. بس مش مهتم بيه. اه انت 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 بتحبه بالفعل وفي العلاقة. بس هو شاعر هو بقى اللي شايف تقريبا ان انت مش بتديره الكوباة اللي هو عايزها. هو عايز كوباة تانية. انت سال انت كوباة. بس هو عايزك تهتم. تتكلم معاه. تخرج معاه. تهتم بيه. انو شايفك انت مش مهتم بيه. المسألة دي مسألة اهتمام. هو شاعر بانه مش مش مالكك قوي. يعني مسلا ما انتش معه قوي. ما انتش حبيبه قوي بس. حدوني قوي حسسني بيك. اه ده انت انت بتحبه قوي. وانت مسلمه حياتك كلها يا عم. بتحبه قوي ده احسن كرتين دول عندي انا بالتعديد. وهو كمان على فكرة. طب تعال نشوف بقى هو بقى خافي مشاعره. احنا هنعرف مشاعره دلوقتي. عايزين نعرف مشاعر الشخص ده ايه? اتجاهك. هنعرف يعني هنعرف بقى هو كمان هنعرف له مشاعر الوقت. بص هو هو معجب بيك قوي. وهو كمان عايز يديك كوباية. بس عايز يديك الشخص ده على فكرة يا برج الحمل ممكن يكون انا مش عايزة اللي بالقصة ضده بقى لان كده بدأنا اللي بالقصة ضده. ده بخلينا شوف خلينا شوف طيب هو صادق معك دي اللي هنعتأكد منها وممكن اللي بالقصة بقى. صادق صادق جدا كمان جدا. طيب بص يا برج الحمل هذا الشخص مشاعره الكوين اف وانده الشخص ده حاجة من الاتنين يعني. يا ما هو فعلا بيحبك ولكن هو مش متأكد منك. او انه شاعر بانك مهتم بشيء اخر عنه. فهو زي ما يكون بيعمل احتياطاته. بمعنى لو انت مش عايزني فانا همشي. هاخد بعضي وامشي. هو عنده استعمال ده ان يمشي في نقطة واحدة بس لما يتأكد ان انت مش عايزه. هو حاسس بان انت مش عايزه. او مش مهتم به. مش متديله الاهتمام اللي هو بيدور عليه. هذا الشخص بيحب الاهتمام. بيحب الكلمة الحلوة. بيحب زي ما يعني يحب الانسان اللي معي يحسسه دايما ان هو موجود حواليه. فانت زي انا شايفة ان انت بتحبه. فخلاص بقى تديله الاهتمام بقى. هو شايفك ان انت مسك الكوباية لوحدك. يعني ايه الكلام ده? يعني مرة بتديله كوباية ومرة لا. بالاخر. انت بتحبه بس مرة بتحسسه ان انت بتحبه? ومرة بتحسسه ان انت عادي عنده او مش مشكلة. فهو بيفتقدك في النقطة دي. لكن مفيش مشكلة صريحة اقدر احط ايدي عليها بصراحة في القراءة دي. يعني ما قدرش يقولك انه بيخونك او ما قدرش يقولك انه هو شخص بيلعب بيك. هو مش بيلعب بيك. بس هو شخص اه ما بيحبش اللفه دوره. هو شاعر بانك بتلفه الدور. او قاعد في حتة لوحدك ومش عايز تديله الكوباية دي. كوباية ايه بقى? مسلا ممكن تكون كوباية الاهتمام. آآ كوباية مسلا انك تسأل عليه. لان شايفك ان انت مهتم باعمالك. فشوف انت آآ يعني مش مش آآ عايز اقول ايه يعني ايه اللي ناقص في العلاق? فيه طبخة بطبقى ناقصة ملح. فيه طبخة بطبقى ناقصة في الفلسفود مسلا. شوف انت بقى اللي ناقص يعمل. طب خلينا نشوف العزاب. جاي لهم ايه? انتو جاي لكم حد من الماضي. ممكن. جاي لكم حد من الماضي ممكن. آآ يا حد من الماضي يا حد بيرائدكو عالسوشيال ميديا. آآ وهزا الشخص آآ في حاجة حلوة قوي فيه هزا الشخص هلو بكرة. ان شاء الله بيرائدكو عالسوشيال ميديا جد. في حد آآ عالسوشيال ميديا آآ بيرائب هو بيرائب مجموعة ناس بصراحة. وشكله عايز يرتبط ويدخل في علاقة. وزي ما يكون لقى الكوباية اللي هو بيدور عليها عندك انت. الشخص داعينه عليك انت ومش راضي باي كوباية تانية غيرة كده. فهو يجي لك تقريبا وهيكلمك هيصرحك بمشاعره. اهو ده هو اهو ده حد من الماضي. خلاص كده عرفت حد من الماضي. ده ولكن دلتارو. حد من الماضي هيكلمك تاني بيرائبك. ودي بتسعين في المية حد من الماضي. هيرائبك هزا الشخص وبيرائبك وحاليا وهيجي يقول لك بسال خير انا عايز ارجع. انا بحبك وعايز ارجع لك. فشوف انت هتعمل ايه بقى برج الحمل. اه بس حسو الشخص على فكرة بيرائبك اه جامد اوي 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 وبيفكر فيك اوي. ومش عايز حاجة غير ان هو يقدم لك الكوباية تانية. شكرا يا برج الحمل ويرب بكون القرآن عجباتك.